اشتركوا في القناة وقال اللهم إنك تعلم أني عاصيك والله إقرار كويس أمام ربنا ولكني أحب من يطيئك فاجعل حبي لمن أطاعك شفاعة لي في معصيته شف حتى العاصي طيب الذي لا يصلي يعفى من أن يكون داعياً إلى الله مكسل عن الصلاة يقعد واحد ما تقوم يا تصلي وقال له طب أنت قال له أنت حباش وقم أنت صلى حتى ما ميصليش يبقى داعي إلى الله ولا مش داعي إلى الله يبقى داعي إلى الله كل خصلة خير يشعها في الناس مدام كل الآذان كل الآذان تبقى دعاء إلى الله وكل الآذان تسمع دعاء إلى الله لا يمكن أبداً يخلو خلق من خلق الله من فضل الله إذن ففي كل واحد مننا يصح أن يكون داعياً إلى الله قال لك فيه داعي ولو لم يتكلم يعني مثل الناس في السوق وبعدين الأدن أدن قال الله أكبر الله مثلاً وبعدين لست أمت صلى اللي مش شايفينهم اللي شايفينهم ما أموش يصلى يمكن مرة يخلع على عرضه أهوسايت هو مقام كده ملوط على الصلاة قدام اللي يعدي كأنها دعوة إلى كأنها دعوة إلى الحق سبحانه وتعالى فالحق الله سبحانه وتعالى يريد أن لا تخدم يخلو المؤمن به من خصلة خير لذاته بأن يعلم ما يعمل ولغيره بأن ينقل القير ولما ينقل الخير يبقى له سواب عمولة على الخير اللي هو اللي هو الدل عليه